هو انا ينفع اقفل الرسائل في مجموعة على الواتساب؟ اه ينفع فده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة هنقفل الرسائل في مجموعة على الواتساب هنقفلها ازاي؟ المشرفين بس اللي يقدروا ان هما ينزلوا الرسائل على المجموعة دي او الجروب ده على الواتساب يعني نسمح للمشرفين فقط ان هما اللي ينزلوا بس لتعليقات او يرسلوا تعليقات او يرسلوا رسائل على المجموعة دي فيارت بقى تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة ويلا بينا نقفل الاعداد دي هنروح مع بعض كده طبعا يارت تكتب لي كمان انت متابعني من اي بلد عشان اعرف اكتر بلد متابعة القناة وما تنساش تصلى عنه في الكومنت دايت عليه افضل الصلاة والسلام وكمان هسيب لي قائمة تشغيل الواتساب في تعليق مسابت كل ما يخص الواتساب فيلا بينا نروح على الواتساب وروح الواتساب بالشكل دي وبعدين بنروح على المجموعة كده وبعدين ببدأ ان انا يظهر لك عائلتي طبعا اسم المجموعة بتاعتي ببدأ ان انا اضغط عليها بالشكل ده من هنا بضغط على الثلاث نقاط وبعدين هيقابلنا حاجة اسمها ازونات المجموعة بضغط عليها ازونات المجموعة ازونات المجموعة بنلاقي شوية الاعدادات دي كل علي ان انا بروح على ارسال رسائل بقفلها بالشكل ده كده انا لو رجعت وانا قفلتها طبعا هي باللون الاخضر دلوقتي بقت باللون رماضي لو جانا نخرج كده ونبص هنشوف ان غيرت اعدادات هذه المجموعة لسماح للمشرفين فقط بارسال رسائل الى هذه المجموعة كل علينا بروح بس على الاسم ومن هنا بضغط على الثلاث نقاط وبروح على الثلاث اختيار بضغط عليه ومن هنا بروح على ارسال رسائل بقفلها وبس كده طبعا كده المشرفين بس اللي قدروا يعني يرسلوا رسائل على هذه المجموعة او الجروب عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته